وهذه هزيمة كبرى لنطنياو هايدي أكبر هزيمة نطنياو نطنياو ما كان بده هدن أنا أعتقد بأنه رضخ لموضوع الهدن ورضوخه لموضوع الهدن يناتج عن أمرين إسرائيلي رحل بقى ٦٨٢ طيار رون أراد بالبقاء الغربي نجحت حماس في قسم في تفريط الرأي العام اليهودي العالمي والرأي العام اليهودي الداخلي وقد تنجح في إسقاط نطنياو وحتى حزب ريكو وبما سيجعل الأسطول الأمريكي يرد على حزب الله وبما يجعل الإيرانيين في الخليج يردون على القواعد الأمريكية في دول عربية كالفرطات الجلسية للإسرائيليين معالي وزير الخارجي الأسبق أستاذ فارس بويز أهلا وسهلا فيك عبر لبانون أون أهلا بداية يلي بشوف سياق الحرب كيف بلش بغزة بيعتقد أنه الموضوع عسكري اليوم بعد أكثر من شهر ونص على بداية المعارك يبدو الأمور فيها نوع من السياسة وكتير كمان في ظل التخبط يلي بدأ يعيشه ناتنياهو هل بتعتقد الحرب بس عسكرية أو هي كمان إلى منحة سياسة؟ الحروب عادة هي أدوات للوصول إلى واقع سياسي بحد ذات الحروب ليست هي الهدف الحروب هي وسيلة وسيلة لفرض مشروع سياسي معين ومن هنا لم تكن هذه الحرب منذ بداية مشروع حرب فقط كانت مشروع سياسي كان يهدف ناتنياهو من هذا المشروع هدفين الهدف الأول هو خلق حرب كبيرة تغطي وضع السياسة الداخلي المتأزم يعني محاكمات القضائية وغيره هو وزوجته إلى خيره محاكمات الفساد وثانيا معالجة مشكلة حزبه حزبه الذي يعاني من تفكك إلى آخر بخلق من خلال خلق حرب كبيرة إلى خيره اتغطي على هذا الاعتبار فمن هنا هذا كان هدفه الأول وهذا هدف سياسي استعمل فيه أدوات عسكرية الهدف الثاني هو أن يرفع نفسه إلى مرتبة بطل تاريخي إسرائيلي بطل تاريخي إسرائيلي من خلال النجاح في إلغاء مفهوم وجود شعب فلسطيني ووجود دولي فلسطيني إلغاء هذا المفهوم من القاموس الدولي ومن القاموس السياسي بمعنى أنه تهجير كل الفلسطينيين من غزة إلى مصر وفرض على مصر بين المال وبين الضغط فرض على مصر استعاب كي يصبحوا مواطنيين مصريين وينتهي نتنياهو من أزمة ومن مشكلة الشعب الفلسطيني وثانيا استكمال هذا الموضوع في الضف الغربي عبر تهجير فلسطيني الضف إلى الأردن واعتبار جزء من الشعب الأردني نتهت العمل هذا هو كان الهدف الهدف من دون أي شك كان أنه يسجل التاريخ يدخل التاريخ نتنياهو كالشخص بعد بنجوريون مؤسس دولة إسرائيل يدخل التاريخ كشخص فعلا حقق للإسرائيليين إلغاء تام لمفهوم دولة فلسطينية ولمفهوم شعب فلسطيني ويصبح الشعب اليهودي هو شعب إسرائيل الأوحد ويمحو التاريخ أيضا ما عايش فيه تاريخ كبان يعني ما عايش فيه تاريخ بقول إنه كان فيه هون شعب فلسطيني صار الشعب الفلسطيني كله بين مصر وبين الأردن معليك اليوم بدأت الهدنة بين غزة والعدو الإسرائيلي نتنياهو على السقف كتير ببداية الحرب كيف بتشوف موافقته على الهدنة؟ ليش وافق اليوم نتنياهو على الهدنة؟ هل هو محزوم؟ من دون أي شك تعلية السقف اللي عم تتكلم عنها هي اللي كنت عم بشرحه اللي كنت عم بحكي عنه اللي هي إنه كان معلى السقف إلى حد إنه والله تهجير الفلسطينيين من غزة وتهجيرهم منه يعني ممارسة مشروع ترانسفير ممارسة مشروع ترانسفير حقيقي كما في الماضي ستالين أتى ليقول لا يوجد عرقيات في الاتحاد السوفيتي ما في شاركس وكذاك وتركمان وإلى آخره في شعب سوفيتي واحد بدي أمحي العرقيات إجا نتنياهو يقول بدي أمحي وجود شيء اسمه الواقع الفلسطينيين ومعناته معك كان معلى سقف إلا أنه أنا أعتقد بأنه ما حصل هو نكسي لنتنياهو ما حصل هو أنه أولا أثبت الشعب الفلسطيني بأنه هو غير فلسطيني 48 اللي هرب واللي ترك أرضه من الخوف ومن الرعب الذي مرسته عليه الميليشيات اليهودية حينذاك فأثبت أنه أصبح مقاتلا أصبح محترف القتال وأصبح جريئا ومتمسكا بأرضه ربما لأنه هالمرة يعني اتكل على نفسه ما اتكل على باقي العرب أنه مثل سنة 48 اللي والله ترك ضيعتك ونحنا منردك بعد كم يوم فأنا أعتقد أنه هذا أول ثانيا أنا أعتقد بأنه لم ينجح في وقاية إسرائيل الذي تمتلك أكبر جيوش وأفضع جيوش العالم بالتكنولوجيا وبالمعدات وبالتدريب إلى غري وإزبي 1500 شخص 1400 شخص من حماس يدخلون على عمق إسرائيل ويحتجزون رهائن إلى آخر إذا فيش لهذا الفشل الثاني يلي هو مهم في إسرائيل لأن الإسرائيليين عايشين دايما في عقدة هيك الخطر عقدة الخوف ومعناتها قدرة أي كان بالدخول عليهم صدمة شكلت صدمة كبرى لإسرائيل التي لا تقهر طيب وين أجهزة المخابرات العظيمة وين المصاد العظيم وين الكاميريات بالألوف وين الحائط اللي مكلف مليارات إلى آخره هناك من قال بأنه بميزانية هذا الحائط كان بنفتح أوتوستراد سامع من إسرائيل إلى بلغاريا بين 10 و 15 مليار دولار كان بيتعمر أوتوستراد من إسرائيل إلى بلغاريا بحق هذا الحائط مع الوزير وإذ خرق هذا الحائط ثالثا أهم نكساته السياسي لأول مرة بتاريخ إسرائيل تنقسم إسرائيل داخليا وبأم الإسرائيليين معترضين على نتنياهو وعلى سياسته نتيجة الرهائن ونتيجة الحرب حد ذاتها ونتيجة التغير يمكن النفسي بأذهان أو بلغ هذه قصة كبيرة هذا موضوع كبير يعني قوة إسرائيل كانت دوما بوحدتها وضعف إسرائيل هي بتشارسه فلأول مرة لأول مرة في العالم الجالي اليهودي في معظم دول العالم تنقلب ضد سياسة إسرائيل وضد سياسة حكومة نتنياهو لأول مرة انتقادات لازعة وهذا أمر خطير جدا لإسرائيل هذا معناته سينعكس على دعم الدول وإسرائيل العيشة من دعم الولايات المتحدة الأمريكية لو لا دعم الولايات الأمريكية مالياً واقتصادياً وعسكرياً إلى آخرين ما بشي اسمه إسرائيل يعني فبكل بساطة انقسام هالرأي العام هالجالي اليهودي في الخارج انقسامها أو انقلابها على إسرائيل يعني غير الرأي العام الدولي بطلت الصحف بشكل أعمى العالمي الواشنطن بوست والهيرال تريبيون والنيورك تايمز يكتبوا دعماً لإسرائيل سروا عميك باتقاداً من إسرائيل بطل الرئيس الأمريكي مثل ما بلش في اليوم الأول بدعم أعمى وغير عادل ومنصف بالأخير صار مضطر يغير خطابه بصدر عنده انتخابات بطل الرئيس ماكرون بشال كلامه في اليوم الأول وأصبح فيه كلام مختلف عن الماضي وهذه هزيمة كبرى لنتانيا هذه أكبر هزيمة لنتانيا لذلك أنا أقول كيفما انتهت هذه الحرب ولا سمح الله حتى ولو نجح وهذا أمر مستحيل أنا أعتبره بس فرضاً حتى ولو نجح نتانياهو بتهجير كل فلسطينية غزة أنا أعتقد أنه خسر الحرب لأنه هذا الدعم اللي عمره أكتر من تأسيس دولة إسرائيل هذا الدعم أكتر من سبعين اثمانين سنة تقريباً انتهى وهذا سيحدد بالنتيجة مواقف الدول الأجنبية حيال يعني إسرائيل حكاية حضرتك عن تهجير من غزة إلى مصر ومن الأردن ومن الدفة الغربية عفواً إلى الأردن شو بينما من اليوم كمان أنه ما يصير فيه تهجير لنصف مليون فلسطيني من 48 اللي عايشين بشمال فلسطين المحتلة إلى لبنان إيه طبعاً طبعاً ممكن ما الذي يمنع نتانياهو من القيام بهذه الفترة؟ أنا ما ختمت هون بذهنية نتانياهو لبل أنا بتوقع كنت أنه إذا انتصروا انتهى بهذه الحربة ونية قد يرتد على موضوع الجنوب اللبناني على الأقل اعتقاداً منه بأنه بقدرته إلغاء الخطر الثاني على إسرائيل اللي هو خطر المقاومة أو خطر حزب الله يعني أنا كنت متخوف بالحقيقة من أنه إذا نجح في المراحل الأولى والثاني أنه يرتد على الجنوب اللبناني هذا ما يعني نحنا أنا ما ختمت عند هذا يعني هذا هو مشروعه المبدئي ولكن من دون أي شك بين مقاومة الفلسطينيين وبين انقسام الإسرائيليين وبين انقسام اليهود في العالم وغيره إلى آخره وبين تغيير يعني مفكرين يهود كبار اليوم عم بيكتبوا كلام كلام أكبر قومي عربي ما بيحكيه ما بيكتبوا سامع ضد إسرائيل يعني ساعة البقرة أنا ناوم شامسكي نعم اللي هو يعني من المنظرين الصهيوني المتطرفين إلى آخره اليهود إلى آخره يعني أفاجأ بالحقيقة ومن يراقب بالعشرات وبالمئات كتاب ومفكرين وممثلين يهود عم يكتبوا أو عم بيببببب أو شاركوا بالمظاهرات ضد إسرائيل إلى آخره يرى كم إنه هذا كم إنه صار زلزال في العالم زلزال هام جدا وهائل برأيك هالأسباب اللي تفضلت فيها حضرتك كافية لكبح جماح وجنون نتنياهو أنا أعتقد بأنه هذه الهدني ما كان يتواردي على الإطلاق في قموس نتنياهو صحيح نتنياهو ما كان بده هدني أنا أعتقد بأنه رضخ لموضوع الهدني ورضوخه لموضوع الهدني ناتج عن أمرين ناتج أولا عن تعسر حربه بغزة عم تكلف حرب غزة أكتر مما كان يتصور بان موضوع الأنفاق وبان موضوع مقاومة الغزاويين وغيره وأنا أعتقد أنه الشئ التاني هو قضية الرهائن يلي خلقت عليه حالي ضغطة والشئ التالي هو التصميم تصميم الفلسطينيين يعني عدم الرضوخ لمطاليبه إلى آخر يعني ما أدر بسهولي رغم هذا الضغط العسكري الهائل والقصف الغير مسبوك في العالم إلى أخير من حيث ضخام طولها القصف ما أدر فعلا يفرض على الفلسطينيين يعني اليوم مش عم يقدر يفرض هدني هدني لأنه بحاجة لقيلة الفلسطينيين مش عم يقدر يفرض الهدني البدييه وما عم يقدر يفرض التبادل اللي بده إياه مجاوبينه أنه نحن نرد لك خمسين من النساء والأطفال والشيوخ الغير عسكريين لا هو همه العسكريين قبل ولكن في شي ملفت معالي الوزير خصوصا بها الحرب الإسرائيلي كان يهمه جدا موضوع أسرة وإلى آخر هل مرة بتحس الأسرة محطوطين يمكن بآخر سلم أولويات حكومة تل أبيب؟ الحقيقة لا أنا أعتقد أنه نتنياهو مدركا منذ الأساس بأنه هايدي نقطة ضعف إسرائيل بصة الأسرة نعم حاول يبلوف حاول يحتال حاول يظهر وكأنه هايدي قصة مش أولوية عنده وحاول يعني ليش لا يحسن شروطه بهذا الموضوع إذا فكرك أنت تفاوض على موضوع الأسرة ما لك مصنع تبليش تقول أنه هالموضوع حيوي إلى إلي وهالموضوع إلى آخره بيغلى الساعة صحيح فأنا بلاقي أنه الحكومة الإسرائيلية عامة في الأيام الأولى أدركت بأنه هذه قضية الرهائن هي نقطة الضعف عندها وأنها لا تريد أن تعطي أن تصبح هي رهينة الرهائن هي رهينة الرهائن ومن هنا أنا بلاقي أنه بلفت يعني عملت عملية بلاف بمعنى احتالت بالظهور وكأنها العملية مهمة في مهلة لها عملية مهمة جدا أنا بعرف أنه الإسرائيلية رحلن بأعتقد سنة 82 طيار رون أرات بالبقاء الغربي والله أنا يعني طول فترة توليه لوزارة الخارجية ما في وفد أوروبي أو أمريكي إيجا لعندي إلا ما يطرحوا معي قضية رون أرات أو ما بقي عن رون أرات يعني بقايا رون أرات أو تياب رون أرات يعني كانت شكل هذا الموضوع حالي مرضي في إسرائيل بشكل أنه كانوا يطلبوا من كل الدول العالم التي تزور لبنان بأي موضوع كان يبقى جي ووفد بموضوع معاهدة اقتصادية وإزي بل شو برون أرات فأنا بعرف قديش يعني اليهود بالنسبة له لليوم إلي كوهان هذا يعني العميل الإسرائيلي الأعدم في دمشق الأعدم في دمشق إلى آخره لليوم إلى آخره عم يطالبوا بساعة إلي كوهان شو فيها ساعة إلي كوهان لليوم عم يطالبوا بأي شيء من لباس إلي كوهان فأنا أعتقد بأنه إذا نحن يعني شاهدنا عملية محاولة بلف يعني بأن تظهر الحكوم الإسرائيلية وكأنه يعني موضوع الرهائن ليس مهم عندها فيما كان مهما ولا يزال مهما وأنا أعتقد تحاول أن تخفي هذه الأهمية كي لا يعني تقع يعني ضحية الثمن اللي ممكن أن يطلب بها الضحاء يعني هل ستتنازل حماس اليوم عن الثمن والبرهان والبرهان هذه يعني مهمة كتير قضية الأسرة بتذكرون بهذا المعتقلات النازية نعم بتذكرون بالاختطاف بتذكرون بتاريخهم إلى آخره وهذه هم جدا برجع بعيد السؤال حماس ستنجح بفرض شروطه بتضييد السجون على نتنياهو بظل الضغوط الداخلية الإسرائيلية حماس حماس أولا أقول لمن يعني ينظر أحيانا أو ينتقد إليها أنه كيف حماس عملتها العملية وليك وكلفتها 13 ألف أتيل ودمر يتغذب حماس أولا الشعب الفلسطيني عايش بزريبي نعم غزة ليست بلد وليست وطن وليست مدينة سجن كبير هي سجن كبير طيب ولا خيار آخر عنده طيب أخي هذا ميت من الجوع هيدا ما فيه ثقافي هيدا ما فيه كذا إلى آخر شو متوقع يعني منه في مثل عنا بقول عشر لبسين بيطلع نمر نعم عشروا لبسين استفزوا بيطلع نمر طيب كترة الاستفزاز نعم للشعب الفلسطيني بمحاصرته بغزة ممنوع يكون عندك مطار ممنوع يكون عندك مرفق ممنوع يكون عندك تقدر تستورد 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 من خلال إسرائيل وتدفع ضريبا لإسرائيل فوق منها إلى آخر كل هودي لم يتركوا أي خيار آخر للشعب الفلسطيني إلا وأن ينطفت هيا واحد ثانيا والأهم كادت القضية الفلسطينية أن تختفي أن تموت خلال هالعشرين سنة الأخيرة خمسة عشرين سنة الأخيرة ما بقى حدا يحكي نعم عن حقوق الفلسطينية كادت القضية الفلسطينية أن تختفي وأن تموت وإذ بالنتيجة نجحت هذه العملية عملية حماس في إعادة فرض القضية الفلسطينية وطرها على طاولة البحث اليوم ما في تصريح بالعالم إلا ما يتكلم عن حل الدولتين خمسة وعشرين سنة تقريبا ما سمعنا بالخبرية برأيك هيصير حل الدولتين صار قريب أنا يعني أنا بأعتقد بكير هلأ نشوف أولا كيف تنتهي الحرب طبعا ولنشوف إذا باقي نتنياهو ومش باقي نتنياهو وشو المتغيرات والانقلابات التي ستحصل بالحياة السياسية الإسرائيلية يعني هاول بحددوا إلى حد معين ولكن أنا اللي بقوله بجميع الأحوال نجحت حماس في إعادة طرح القضية الفلسطينية ووضعه على طاولة البحث ماشي وهذا انتصار سياسي كبير لطالما متفقين بأنه العملية العسكرية ليست إلا أداة في خدمة السياسي فإذا نجح أولا بإعطاء صورة تشبص وصمود لشعبه صار هلأ يعني بأذهان العالم كله إنه الشعب الفلسطيني مش مزح ما فينا نتجاهله إنه هاو سيبقوا مكاتلين وسيصبحوا أشرس من الماضي أيضا نجحت ثانيا حماس مثل ما أنه في عودة إعادة القضية الفلسطينية على طاولة البحث نعم ونجحت حماس في قسم في يعني تفريط الرأي العام اليهودي العالمي والرأي العام اليهودي الداخلي وقد تنجح في إسقاط نتنياهو وحتى حزب ليكون حتى الحزب التبع سمع هاودي بكونه انتصارات كبيرة وهو بحدده كيف الحكومة الإسرائيلية الجديدة بده تتعاطى مع الموضوع وقديش رح تعترف أو ما تعترف بدولة فلسطينية مستقلة ناجزة الاستقلال وهلو مجر فأنا بقول إنه هاودي تحققه حتى الآن كيفما كيفما راحت هذه الحرب طبعا بتمن كبير في مثل بالفنساوي بقول ما فيك تعمل عيشة إذا ما بتفقش باي نعم طبعا تمن كبير بغزة 13 ألف أتين لحد هالساعة وإن شاء الله نوقف هون ولكن بالنتيجة ما كان في خيار عند الشعب الفلسطيني إلا هذا الموضوع الاتكال على الدول العربية لتحصيل حقوقهم أمر أصبح من السزاجي الاتكال على الضمير العالمي وعلى العدالة العالمية أيضا الاتكال على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة حول حقوقهم أيضا منها الساجج الاتكال على هالموضوع وهو من هنا ما كان عندهم إلا هذه الوسيلة وأنا أعتقد بأن هذه الوسيلة ثبتت مثل ما قلنا مبدأ الدولة الفلسطينية وثبتت معرفة العالم بأنه هذا الشعب الفلسطيني متعلق متمسك بأرضه يا أخي كان كتير من الناس في الخارج اللي بشكلوا رأي العام الخارجي ولي بيضغط على حكوماته ناسين إنه في إنه هاو الفلسطينيين هاو دي يعني هن أصحاب الأرض وأصحاب الحق الآن وعى الرأي العام على هالاعتبار ما بقى في حدا ما بيعرف على أنه الشراسة اللي عم بيقاتل فيها الفلسطيني تثبت بأنه هو صاحب حق بهذه الأرض وإلا ما قاتل بهذا الشكل يعني كانت نجعت إسرائيل بإعلامه وإلى آخره في إقناع العالم أنه ما في شيء اسمه فلسطين على كل سبع أكتوبر هي نتيجة لسبب الاحتلال بظل اللي تفضلت في حضرتك هل يسعى نتنياهو للتخلص ممكن من القضاء على نهائيا سياسيا لجر واشنطن نحو حرب؟ طبعا طبعا أنا أعتقد أنا أعتقد بأنه استفزازات نتنياهو على الحدود اللبنانية خاصة تهدف إلى جر حزب الله إلى الرد وإلى توسيع حلقة الحرب بما قد يجعل إسرائيل مطوقة وبحالة خطر وبما سيجعل الأسطول الأمريكي يرد على حزب الله وبما يجعل الإيرانيين في الخليج يردون على القواعد الأمريكية بما يخلق نوع من أزمة نفط عالمية وعند أزمة النفط إلى آخره العالم كله بكون نجح نتنياهو بأنه كبر الحرب إلى درجة أنه الناس كلها نسيت مسؤوليته بهذه الحرب والناس كلها نسيت يعني قصة الرهائن وقصة إلى آخره وطلط وراء حرب عالمية عالمية ليقول أنا قصة أكبر مننا كلنا أكبر مني ممكن نشهد يعني حرب من مضيق باب المندب حتى مضيق هرمز معالي الوزير طبعا طبعا يعني إذا دون حساب العواقب إذا نجح نتنياهو في استفزاز حزب الله يلي لحد هذه الساعة عم يلتزم حزب الله أو المقاومة عم يلتزموا قواعد الاشتباك قواعد الاشتباك وعم يتجنبوا فعلا توسيع حتى حتى أنه عم ينتقدوا من البعض على ذلك ولكن أنا أعتبر بأنه هذه خطوة زكية للغاية مش وظيفة حزب الله يعني مبيتة لدى ذلك نياهو اليوم مش وظيفة حزب الله يوقع بالفخ اللي عم ينصب له نتنياهو أنا اللي بيعتبروا بأنه نتنياهو عم ينصب فخ اللي هو توسيع حلقة الحرب توسيعا فمراهنا أنه إذا فات حزب الله وأطلق عليه عدد كبير من الصواريخ وعلى المطارات وعلى المرافق الحيوية الإسرائيلية هذا سيجعل الأسطول الأمريكي يرد ما يجعل إيران ترد على القواعد الأمريكية في الخليج إذن من يحكم اليوم من؟ تل أبيب أم واشنطن؟ لا من دون أي شك دي ولا ظرف من الظروف خلال الستين سنة الأخيرة خمسين أو ستين سنة تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية إلى غيرها من أن تحكم تتحكم بالقرار الإسرائيلي لبل لبل أولا هناك اتفاق غير مكتوب بين أمريكا وإسرائيل بأن تمتنع الإدارة الأمريكية من التأثير على قرارات الحكومة الإسرائيلية يعني أمريكا ممنوع تتدخل بس تتاخد قرار أمريكا شغلتها الوحيدة بعت سلاح وبعت أموال ها وظيفتك الوحيدة وأنت ما فيك تشاركينا بالقرار قرار نحن بناخده وأنت تتحمل إيه أمريكا خادم لإسرائيل هل ما علي الوزير؟ لإسرائيل تتحكم بمفاصل الحياة السياسية الأمريكية تحكمة مطلقة بالجامعات بوال ستريت بالاقتصاد بنيويورك نيويورك القلب الاقتصادي عاصمة البال والأمريكية بالإدارات الأمريكية بالانتخابات الأمريكية انتخابات الرئاسي انتخابات الكونغرس انتخابات مجل الشيوخ بكل المفاصل الأساسية ومن هنا يصعب جدا على أي إدارة أمريكية أن تصطدم بالحكومة الإسرائيلية وانطلاقا من هون بنلاحظ أنه الرؤساء الأمريكية من كندي مرورا بكارتر مرورا بأوباما ما انتقدوا إسرائيل إلا بعد ما خرجوا من السلطة طالما هن طامحين يعملوا رؤسة هن أزلان إسرائيل وطالما هن في السلطة هن أزلان إسرائيل بس يتركوا السلطة بقروا بيعترفوا بأنه ضميروا مش مرتاح مثل ما اعترف كارتر مثل ما اعترف أوباما مثل ما اعترف جون كينيت أما أثناء طموحات للسلطة بيعرفوا تماما بأنه الجالي اليهودي في أمريكا قوي لدرجة أنه يعني تأذيهن و تضرهن إذا واجهوها وكلنا بيعرف يعني خبرية ألين توماس نعم هلين توماس الصحفي الشهيرة وعميدة نعم الصحافي في البيت الأبيض نعم كيف بعد ستين سنة خدمة في البيت الأبيض وهي عميدة الصحفيين ببلد يتغنى بالحروريات بالحروريات نعم ببلد يعني ببلد فيك تسب رئي جمهورية وفيك تشبقوا بأنينة كاتشاب إلى آخره ولكن كلمة قالتها هلين توماس على التليفزيون نعم أنه حول حقوق الفلسطينيين وعلى إسرائيل دفعتها أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية إلى آخره نعم صار فيه مقاطع لا لا مطالبة بإعفاء من مهماتك صحفي مطالبة بإعفاء من مهماتك عميدة للصحفي في البيت الأبيض وطردة من البيت الأبيض وحتى وفاة بعد شهرين من هذا الموضوع فهذا هذا دليل على كل من يتجرأ كآن بمهاجمة إسرائيل أما الآن أنا بعتقد أنه هذا المناق قد تغير هذا المناق قد تغير ربما مش مية بالمية بس قد تغير بشكل الله طول أمد المعركة رغم الآلام الكبيرة للشعب الفلسطيني يبدو صب في صالح الفلسطينيين أقله بالرأي العام الدولي والإسرائيلية صحي صحي طبعا يعني التكهن حول ما هي ونوعية الحل السياسي نعم صعب بهذا لحد اللحظة قد ننتظر نشوف كيف عم تنتهي حرب غزة عم تنتهي حرب غزة بهزيمة مطلقة لبيجين نتنياهو أو بنصف هزيمة إلى أخير أنا شايف أنه بجمال أحوال فيه هزيمة ولكن بعد مش قادر قول كانه نصف هزيمة أو هزيمة مطلقة كامل على ضوء هذا الموضوع بيتحدد كثير من الأمور هل باقي نتنياهو أو مش باقي هل باقي اللي كود أو مش باقي هل فعلا حكومة الجديدة تعزت مما حصل وهي منفتحة لحلول سياسية في إسرائيل يعني لحلول سياسية أو لا يعني هاو كلهم بدنا بس أنا برجع بقول حتى الآن تحقق شيء لا رجوع عنه اللي هو إعادة طرح القضية الفلسطينية على طاولة البحث بعد غياب وبعد نسيان معين وثانيا إعادة طرح في ذهن العالم أنه هناك شعب فلسطيني مصمم على العيش على أرضه الوطنية التاريخية إلى أخير سامع وأنا أعتقد بأنه هاو دي وهناك تفكك بالرأي العام اليهودي في العالم هاو أنا برأي إنجازات هامة جدا وتحققوا قرية يعني حصلوا حتى الآن هلا فوق منهم بصير فيه توجه دولي نتيجة هالشي هذا نحو إقرار منطق الدولتين أو دولة فلسطينية مستقلة إلى أخير فلنر برأي حضرتك فيه حكومة معينة إسرائيلية يعني على مدى التاريخ الصراع ولا مرة إجت حكومة جدية تبحث عن حل برأيك صار فيه حيصير فيه تحرك دولي باتجاه إيجاد حكومة إسرائيلية تقبل أقل وبرفع هالظلم عن الشعب الفلسطيني أنا واثق أنا أعتقد بأن الرائم العام الدولي الذي تحرر من هذا الضغط اليهودي العالمي سيسعى إلى هذه المرة الضغط على أي حكومة إسرائيلية جديدة وسيكون أكثر جرأة في تعطيه مع هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسيضغط باتجاه حلول سياسية معقولة نبقى في غزة مع علي الوزير كيف تشوف نهاية هذه الحرب؟ أنا أعتقد بأنه مجرد قبوله بهذه الهدنة الآن وبهذا التبادل هو دليل على تعسر مشروعه لنتنياهو أنا أعتقد بأنه ما كان بيوارد نتنياهو يوقف حربه قبل ما يكون قد هجر وحقق ترانسفير كامل لكل شعب غزي مجرد أنه قبل هلأ بهدنة وهذه الهدنة فيها تتكرر سمع قابلة للتجديد وأنا برأي بمجرد أيضا كان نتنياهو حتى عم بحاول رفض مبدأ التبادل وإس قبلها بشروط ضعيفة من قبل بقصة هالتبادل قبل بتتبادل جزئي أولا بعدم عودة كامل الموقوفين وقبل تانيا بتبادل نوعي أنه برده الأطفال والنساء بس مش العسكريين هذي شروط لحماس وقبل بالتعاطم حماس وكرس إذن هذي خبرية أنه والله أنا مفي شي اسمه حماس موجود قبوله هو اعتراف بشارعية حماس كما كان الانتصار في بعد حرب الالفين وستي بأنه بهذه اللجنة الأملية الدولية بأنه فرد الاعتراف بالمقاومة في الجنوب وقبل منها بحرب نيسان بحرب نيسان عنقيد الغضب عنقيد الغضب إلى آخره تم الاعتراف بشيء اسمه المقاومة حق لبنان في مقاومة العدو نعم نعم ونتج عن هذه الحرب الأولى يعني نوع من اتفاق معين كما نتج من الحرب التانية 2006 اتفاق معين اللي هو قواعد الاشتباك أو غيرها نعم طح هلأ خلينا نشوف هون لوين رايح الأمور وأنا مثل ما عمقول إذا فعلا تحقق انتصار كبير بهزيمة نتانياهو وتوقفه بهذا المشروع كما هو متوقف الآن توقف المشروع عند هذا الحد ستكون هزيمة كبرى لنتانياهو وقد تنعكس على وضع الحكومة الإسرائيلية وعلى وضع حزب اللي كوت وعنده إذن صار فينا نتأمّ وستنعكس على الرأي العام الدولي سيستقوي الرأي العام الدولي نتيجة عدة عوامل بأن يضغط على إسرائيل باتجاه حلول عنده إذن ممكن نروح على حلول يعني جدية معقولة ومقبولة نتانياهو إلى السجن؟ أنا أعتقد بأنه إيه؟ يعني أنا أعتقد بأنه هذا الأمر سينعكس عليه أيضاً شخصياً يعني هذه الهزيمة هذه الهزيمة السياسية اللي ما أدري يحقق مشروعه فيها قد تنعكس عليه الآن مشروعه متوقف بأنه ما أدري بعد يهجر كل الأبناء غزة وكل الأبناء الضفة الغربية ومشروعه ما أدري يوسع الحرب بإغراق الأمريكان بهذه الحرب وهذا فشل هذا فشل لمشروعه ما دائماً كيف بتقيس أنت الربح والإخسارة حسب الهدف اللي وضعه لنفسك إذا أصلاً حاطت هدف إنه بدك تربح مليون دولار حتى لو ربحت 200 ألف بتكون فشلت أما إذا حاطت هدف إنك تربح 200 ألف دولار إلى آخره وربحت منهم 150 بصير هذا انتصار سامعنا فالانتصار هو النسبة للهدف المطروح مقارنة مع الهدف اللي طرحه نتنياهو حتى الآن إن توقفت الحرب عند هذا الحد فهو بكون فشل بكون سقط بهذا الامتحاد ومعناته فينا نتأمل متغيرات تاريخية كبيرة في إسرائيل تؤدي إلى حلول معين أما إذا لا سمع الله إدر كفة مشروعه وتقدم أكثر بدنا نشوف لوين رايح هذا الموضوع يعني من وجهة نظرك مع العلي الوزير ما فعله مناحين بيجن عبر شتيرن وأرجون عام 1948 لن يستطيع نتنياهو اليوم تنفيذه بحق الفلسطينيين؟ أولاً أولاً ما الذي يتغير؟ أولاً اللي يتغير هو أنه الفلسطينيين تغيروا الفلسطينيين اللي كانوا بدار ياسين بوقت هجمات الإرجون وشتيرن بالنتيجة أصبحوا واللي هربوا واللي خافوا أصبحوا اليوم مقتلين شرسين وأصبحوا اليوم متمسكين بأرضهم وتعلموا الدرس تعلموا أنه كل الوعود العربية لن تعيدك إلى أرضك فبقائك بأرضك هو الأساس هذا أولاً إذن الشعب الفلسطيني بحد ذاته تغير ثانياً المناخ العالمي تغير كانت بعدها العالم بعده طالع من اضطهاد أدولف هتلر لليهود وهناك فيه مناخ مناخ مسئولية مناخ ذنب مناخ ذنب عند الدول الغربية حيال اليهود ومعناتها كانوا استغلوها استغلها مناخ المالي استغل هذا الظرف اللي هو غرف الظرف تعاطف كبير مع اليهود الآن هذا الظرف أصبح مختلفاً حكينا كيف الرأي العام الإسرائيلي متغير ورأي العام الدولي متغير نهي ناتو الرأي العام اليهودي ورأي العام الدولي وأنا أعتقد بأنه الوضع مختلف تماماً بمناخه وأنا أعتقد بمناخه ورزرفه معي الوزير حضرتك الرجل الدبلوماسي الغني عن التعريف اليوم لاش شايفين هالضعف الكبير بالمواقف العربية تراهه العجز وهن أين الموقف المصري اليوم؟ مصر الأمن القومي العربي يبدأ من مصر وينتهي من مصر أين مصر اليوم؟ أين السعودية؟ أين الأردن؟ أين سوريا اليوم؟ في اسماين في ثلاث أقسام للدن العربي في الدول العربية يلي شرعية أنظمتها بغياب الديمقراطية وغياب الحريات وغياب مرتبط ارتباط موسيق باعتراف وبغطاء واشنطن له وهي تخشى دوما أنه إذا اتخذت موقف لا يعجب واشنطن من أن تفقد سيادتها في الداخل بأنه النظام يتزعزع النظام يضعف في الداخل فهناك فئة من هذه وهناك فئة من دول عربية موضوع الاقتصادي وحاجتها للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي تفرض عليها اعتبارات معينة إليها مصر يبدو تقصد مصر مصر ربا 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 وهناك دول عربي أحقادها أو حساباتها المذهبية الضيقة الضيقة تتغلب أحيانا على حساباتها الاستراتيجية العريضة يعني أنه والله هيدي حماس فيها دعم من كان إلى دعم من إيران إلى أخريه فكيف أنا يعني بدي أنا أيد هذا الموضوع إلى أخريه وشو اسفتها بأخريه كل حركات المقاومة في العالم أخدت دعم من ما تمكنت أن تأخذ طيب هيدا أنه كان فيه مقاومة فييتنامية لوما الفيتنامية أخدوا دعم من الصين ومن الاتحاد السوفيتي كانوا قدروا وقفوا بواجه الأمريكان طيب لوما أخدوا سلاح وأخدوا دعم كل الحركات شو معنات حركة مقاومة؟ حركة مقاومة معناتها أنه دولتك عاجزة عن مواجهة العدوان معناتها في حال شعبي اسمها مقاومة طيب هاي المقاومة لا عندها ميزانية دولة ولا عندها قدرات دولة تضطر أن تستعين بمن تراه مناسبا إذن لماذا لا تقدم هذه الدول السلح لحماس أو لحركة المقاومة؟ ربما بعض الدول تحاسب حماس على علاقاتها بطهران هذا علما أنه ما دايما يعني طهران كانت بعيدة جدا عن واشنطن وهذا يعني ما بيعني أنه والله ما صار فيه نوع من صفقات أو تسويات أو إلى آخره هذا ما بيعني أنه طهران يعني حتى بعيدة جدا عن إسرائيل وهذا ما بيعني أنه إسرائيل بعيدة جدا كانت عن حماس ما الكل بيعرف أنه في مرحلة معينة رد النظر ودعمة حماس من أجل التخلص من منظمة التحريق من السلطة الفلسطينية نعم أنه والله مشكلة إسرائيل ومشكلة الأمريكان دايماً بيتبنوا الأمريكان النظرية هي أنه أنه والله بس يطلعش فريق معتدل وبمجرد ما يصير اعتراف دولي فيه تخشى إسرائيل من هذا الاعتراف الدولي فتذهب إلى خلق فريق أكثر تطرفة مثلاً بأوائل الستينات على من رهنت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في العرب العربي؟ على الحركات الإسلامية على الإخوان المسلمين من هو خالق الإخوان المسلمين حين ذلك؟ ليش؟ مقابل الطيار القوم العربي صحيح أن الطيار القوم العربي والناصرية إلى آخره تخيفنا نعم فنخلق بوجه تطرف إسلامي إلى آخره البريطانيين قالوا نمسك المنطقة بالورق الدينية نعم ومن هون هاي دي أول فيما بعد طيب طلع عبد الناصر من أجل التخلص من عبد الناصر إلى آخره شجعنا كل أنواع الحركات إلى آخره من أجل سحب من يد عبد الناصر القضية العربية فتحنا الباب لجورج حبس وأحمد جبريل ونايف حواتمي وإلى آخره كل المنظمات وإذن بركبت هذه المنظمات بالتطرفة طيب طيب راح عبد الناصر إجاء الأكثر تطرفة طيب راحنا فتحنا الباب أخيرا لداعش من اخترع داعش يا أخي من وين طلع الداعش من مول داعش ومن جهز داعش ومن دعم داعش هلار كلينتون قالتها نحن أمريكا سؤالي الأخير لحضرتك مع علي الوزير اليوم كنا عم نشهد من فترة الاتفاقيات الإبراهيمية ومحاولات تطبيع العلاقات بين الأنظمة العربية وإسرائيل برعاية أمريكية بعتيادك هل فرملت إن لم نقل أوقفت عملية طوفان الأقصى هذا التطبيع؟ حتما عملية طوفان الأقصى ستؤثر على هذا التطبيع ما قادر أنا بعد إلك وأعرف إلى أي مدى طبعا ربما لن تتمكن من كسر هذا التطبيع ولكن ستفرمل هذا التطبيع في كل الحالات أنا أعتقد بأنه فضاعة الشيء اللي حصل يجعل إنه الدول العربية اللي فاتت بالتطبيع ولم تنتظر عودته حقوق العربية عامةً والفلسطينية بشكل خاص تخجل إلى حد معين إلى حد بأنه تفرمل عملية التطبيع أو تفرمل تنفيذ عملية التطبيع ربما لن تجرؤ هذه الدول باتخاذ قرار بإلغاء التطبيع أو بوقف التطبيع رسمياً ولكن أنا أعتقد ستؤثر العملية على وأثرت يعني حتى بأعتقد أنه في دول عربية كانت عطاعة جنسية للإسرائيليين وإذ جمدت هذا القرار وأنا أعتقد بأنه الدول الأخرى لم تدخل التطبيع بعد قد تتريس كثيراً قبل دخوله نتيجة الشيء اللي حصل موسيقى